السلام عليكم حلقة جديدة من فكر الثاني النهاردة بحتفل بالمئتين ألف متابع حلقة جديدة وحلقة مختلفة ما نصحش أي حد ما شافش حلقات قبل كده أنه يكمل معايا الحلقة دية كل مئتين ألف متابع هعمل حلقة زي دي مفاجآت حاجات كتيرة قوي كانت قدامنا ومش عارفينها حاجات كتيرة قوي بتتعامل غلط في حياتنا أخطأ نكدة كترة نحياتكو كمرضة هفصر حاجات كتيرة قوي كانت قدامك وانت مش عارف لها حل وحلها بسيط جدا 90% من الأمراض اللي احنا فيها يمكن الوقاية منها 90% من الأمراض اللي احنا فيها احنا ما بنعالجهاش احنا ما بنقربش عن السبب احنا بناخد مسكنات خليك معايا لآخر الحلقة بس هطلب طلبين هات ورقة يا أبا وكتب الكلام هقوله ده اكتب ورايا تاني حاجة الحلقة دي لازم تتشير لكل فرض من عائلتك لأنك ما تعرفش هتنقذ أرواح قد إيه بالمعلومات اللي هقولها في الحلقة دية حلقة جديدة من فكرة تاني أنا كريم علي وانت بتتفرج على فكرة تاني يلا بينا يلا بينا اهلا بيكم احنا عندنا كل يوم الصبح عايزين حوالي تسعين مركب ندخلوا الجسمنا عشان يفضل ماشي صح عشان يقوم السرطان وامراض القلب والسكر ويعمل البروتينات ويعمل الانزيمات ويعمل الهرمونات كل يوم الصبح لو ما دخلتلوش الحاجات دي مع الاكل الخزان بيفضل ينقص واحدة واحدة بعد سنة بتجيب خالب يخلص خالص بعد سنتين انت وأكلك انت ونظام حياتك انت واستخداماتك فانت لو ما كملتش العناصر دي بيحصل كل الأمراض اللي احنا بنشوفها الطب بتاعنا اللي احنا تعلمناه لما تجيلي عندك حمودة قديك مضاد حمودة لما يكون عندك التهاب قديك مضاد التهاب أو مضاد دحاوي لما يكون عندك سخنية قديك دوة ينزل الحرارة لما يكون عندك كحة قديك دوة كحة دا اللي اتعلمناه في الطب دا اللي اتعلمته في خلال السنين انا لو ما كنتش دكتور كان زي مني قد تهمتي بالنصب او ان انا بتجنع الدكاترة بس انا طبيب وبتكلم من مطبخ الأطباء من جوه فانت دلوقتي لما حد يجيلك عيان انت بتديله نهاية الأعراض حاجة للأعراض عمر ما حد سألك على فيتاميناتك على معدنك على أكلك على تغزيتك على نومك على الاسترس من غيرهم الأمراض مش هتخف ادي أول نقطة عايزة اتكلم فيها تاني نقطة لما كل يوم الصبح محتاج لجسمك حوالي ستين معدن ستاشر فيتامين اتنين أحماض أمينية اتناشر أمينو أسيدز دول اسمهم السينشلز يعني ايه الجسم البشري لا يستطيع تصنيعهم إلا فيتامين دي اللي بيجي من الشمس فانت لو ما خدتهمش هيفضلوا ينقصوا يوم ورا يوم لغاية ما يحصل لك حاجة بتقع بقى الحاجة دي سرطان يجيلك فشل كلوي سكر ضغط زهايمر كل الأمراض دي بدايتها ان انت مدتش جسمك اللي هو عاوزه بس ده تبسيط الحلقة اللي انا هقولها النهاردة انت جسمك بيصرخ وانت مش عارف ولد دكاترة واخدين بالهم او هم مش عاوزين ياخدوا بالهم اول نقطة مهمة تركزوا معايا فيه فرق ايه الفيتامين يا دكتور وايه المعادن الفيتامينات دي مركبات عضوية يعني ايه الحيوان يركبها النبات يركبها يصنعها جواه انما المعادن دي ان ارجانيك يعني موجودة في التربة النبات لا يصنعها وانا لا اصنعها والحيوان لا يصنعها فلو مش موجودة في التربة مش هتبقى في النبات مش هتبقى في الحيوان مش هتيجي الجسمي هاخسر المعادن اللي لازم اماشي بها جسمي ابتبسيط اسهل من كده انا مش متحمس من كم المعلومات اللي انا عايز اقولها لكم انا ان اقول لكم الطبعا الافتامينات اللي انا قلقون بها وكل الالكاترا بيقولوا عن فتامينات والاخلات والخضروات والفواكه الفتامينات اللي لا هركز معها اليوم هرى هركز على حاجتين المعادن والفاتي اسد اللي هي الاساسيات الدهنية الاثنين حيون التواصل المعادن اللي انا هتحدث عنها هللكم كل مشاكل الطب هللكم كل الامراض المزمنة اليوم قبل الحلقة تخلص أول حاجة المعادن جسمك عندما يعوز معادن المعادن ايه يا دكتور؟ المعادن عبارع في حاجات أساسية وفي حاجات اسمها تريس يعني حاجات انت محتاج منها كميات بسيطة بس مهمة جدا الحاجات الكبيرة اللي هي الكالسيوم، الماغنيسيوم، الصوديام اللي عملت حلقة دي عليهم البوتاسيوم دي الحاجات الكبيرة اللي الناس كلها عارفنها واتكلمت عليهم كتير في حاجات تانية مهمة جدا لما تنقص للجسم هي الجسم محتاج حاجات صغيرة بس للأسف البحث اللي أنا هنشره حط عليه على شاشة ده اسمه مودرن ميري كالمان عمل التجارب انه التربة خلت من المعادن المهمة للانسان سنة كام الكلام ده 1936 فالتربة ما بقاش فيها معادن فالنبات ما بقاش في معادن فالحيوانات ما فيهاش معادن فالنبات ما بتوصلهش واللي بيأكل حيوانات ما بتوصلهش فانت جسمك واقع منه المعادن ايه يعني مهم او المعادن اللي عمل لنا حلقة وبتقول انا هعمل وهوسوي هقول لكم المعادن لما تنقص من جسمك بتظهر اعراض جسمك بيصرخ انا عاوز كذا بس انت مش فهمه في خمس رئيسيين خمس نقط رئيسيين لما المعادن تنقص اول حاجة ممكن احكيلكوا تسمحوا لي احكيلكوا قصة في قصة حقيقية او حاجة واقعية في مزارع البقر ومزارع البهائم بيعملوا ايه بيدوا الحيوانات فيتامينات ومعادن كل يوم مع الاكل عشان لما الحيوان يكلها مع الاكل ان نفسه مش عايز يأكل تاني يأكل حبة صغيرة ويسيب العلف ويمشي يأكل حبة صغيرة ويسيب العلف ويمشي قبل ما يبدو يتبحوه ويمنعوا عنه المعادن والفيتامينات فيفضل يأكل يخلص الاكل كله ويأكل تاني يأكل في الخشب يأكل طوب يأكل يأكل يلحس الملح يأكل الارض عايز يأكل لان جسمه عاوز المعادن دي عاوز الفيتامينات دي وخصوصا المعادن فيبتدي يأكل يدخن يدخن في خلال شهر يزيد له كام رطل يقوموا ايه بعتينه على المتبح يتوزن ويتباع ووفروا اسناء تربيته وجالهم ملايين مكسب نعرفوا ان هم يقللوا المنرالز والفيتامينات فيأكل كتير فيدخن بسرعة الكلام ده موجود اول عامل واول صرق طريق من جسمك فيه نقص معادن يعني يا دكتور اقوم نص الليل عايز اكل اي حاجة عايز حاجة ملاحة عاوز حاجة مسكرة عاوز عيش عاوز سكر عاوز فاكهة عاوز حلويات جسمك بيصرخ جسمك فيه حاجة نقصة دهالي فتقوم واكل بعد شوية فيه حاجة نقصة تفضل تاكل يا ربي تروح تضرب واجبة الفين كالوري اللي هي مكدونالز بيج ماك وبيبسي وابل باي والكلام ده كله الفين كالوري يعني جسمك خضع كفايته توصل البيت بعد ساعتين تلاتة اربعة بالليل اي ده انا جعان الالفين كالوري يكفوك عاوز تاكل ليه جسمك بيصرخ انا مش عايز كالوريز انا عايز فيتامينز ومعادن فيه حاجة نقصاني انا داخل فموت انت مش فاهم دليل اكتر قدام عينيك ووحم السيدات مش لما السيدات في الوحم تقول انا نفسي في برقوق نفسي مش عارف حاجة مسكرة عايز ااكل ملح بالمعلقة ليه لان الجنين بيخلص المعادن اللي في جسم الام الجنين ليه اولوية مطلقة زي بنقول ايه لو انت مسلا ما خدتش كالسيوم الجنين هيطلع ضاع مضعيف لا الجنين قاعد تمام هياخد كالسيوم مية مية وقاعد متزبط الكالسيوم بتاع عضم كنت اللي هينقص الجنين بياخد اللي هو عاوزه ملوش دعوة فانتي الوحم ده معنا ان الجنين خلص المعادن عايز ااكل عايز ااكل جسمك بيقول انا عاوز معادن انا عاوز معادن يبقى فهمتو دلوقتي اول حاجة صرعة الاكل الفجع في الاكل الوحم السيدات ليه نقص معادن اتنين اش كل الناس قلتلي يا دكتور انت عندك كربعة داخل دلوقتي على 44 سنة ما عندكش شعر ابيض يا دوب هنا ليه يا دكتور انا شعري كله طقطة ابيض نقصك كبر الكبر ده وسوري ان انا بقول البيه والبيه عندي ضيع يعني انا فيه شرف ان انا اقول بيه وبيه ما ناسم كبر ده عنصر لما ينقص الميلانين بتاعه هو الصبغة بيروح ما بيتكونش كويس فشعرك يبيض بدري الكبر لما يقل من جسمك تظهر اللي هو العروق الزرق اللي في الرجلين او في الادين او في الوش لانه الكبر بيهو مهم او للاعاية الدموية لما الكبر يقل منعتك تقل وجلدك يبتدي يتغير ده الكبر الكبر مهم جدا مع الزنك الناس اللي بتقول انا باخد زنك عشان عدد الحيوانات المنوية انا باخد الزنك مهم ده او للمناعة لو انت مخدتش كبر او انت خدت زنك وعندك نقص كبر الزنك هيعملك سمية الزنك مش هيشتغل لازم كبر وزنك مع بعض مش مع بعض في نفس الوقت لان لو تبالعوا في نفس الوقت هيوقفوا بعض بعيد عن بعض يعني الصبح زنك وبالليل كبر تمام او المركبات اللي انا هقول عليها بعد شوية زنك تاخدوها مع بعض دي احد الحاجات كده فانت شعرك شعرك عندك العروق الزرق دي بتادي تبان الكبر ناقص تالت حاجة الجلد الجلد لما يبتدي يكرمش الجلد لما يبتدي يحصل فيه بقع بيضة الجلد لما يبتدي يظهر علي ان انت عجوز مع انك شباب المعادن في جسمك نقصة بعد كده تويتش سلعين عارف لما عينك تبضل ترفرف ترفرف انت مش عارف ده ايه انت عندك الماغنيسيا مناقص بيقولك انا عاوز البوتاسيا مناقص عند عاوز العدلات الصغيرة بتترعش انا عايزة منرل ايه ده مالي عيني بترف كده يا ساتر يا رب ده في عاجة هتحصل لا يا حبيب مش عاجة هتحصل يعني معادن جسمك بيصر خواوز معادن انت بتخدش ماغنيسيا من ليه ما بتخدش بوتاسيا من ليه الصرخة اللي بعد كده من اجسامنا ان الانسولين بيحصل له مقاومة ليه لو ما يجي لك مرض السكر بيدوك انسولين صح طيب هو الانسولين حصلت له مقاومة ليه عشان فيه حاجتين نقصين الكروميوم وحاجة اسمها فاناديم حد قالوك عالفاناديم قبل كده الكروميوم والفاناديم دول لما ينقصوا في الجسم الانسولين ما يفتحش الببان ما يفتحش الباب للكولوكوس يدخل جوه كل ناس معظم الناس اللي عندها سكر لما بتمشي على الكروميوم والفاناديم شوية بيخفوا منه السكر والانسولين يتحسن حد تكلمنا على الكلام ده ولا بيديونا انسولين 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 دي كل دي من صراخات الجسد يبقى احنا تكلمنا على انك عايز تاكل بسرعة اتكلمت على شعرك اللي بيض و جلدك اللي كارمش والعروق الزرقى اللي ظهرت اتكلمت على تويتشيز العين الرفة بتاعت العين اتكلمت على الانسولين الباز في الجسم لان ما فيش كروميوم لازم لشغله وفاناديم لازم لشغله سيلينيم السيلينيوم ناقص هاخدكوا لكمال الأجسام للرياضيين اللي بيلعبوا طول عمرهم ليه الناس اللي أكثر صحة ده كاترة القلب اللي ما بيدخنوش وبحفظين على صحتهم وواواوا بيموتوا بأمراض القلب ليه السيلينيوم ناقص السيلينيوم هحطولكوا في اللينك تحت لقيت تجربة معمولة من سنة 2008 يعني من 11 سنة لما منعوا السيلينيوم في التجارب بعد ثلاث أسابيع بس ثلاث أسابيع الجلوتاثيون قال إيه دكتور الجلوتاثيون ده الجلوتاثيون ده الخط الأول في جسمك الخط الدفاع الأول ضد السرطان الخط الدفاع الأول لحماية الخلايا الخط الدفاع الأول للحماية من العجز اسمه جلوتاثيون الجلوتاثيون ما بيشتغلش اللي من سيلينيوم رجع حلقة السرطان بتاعت الكلمة على السيلينيوم للصبح فانت السيلينيوم لما ينقص بعد ثلاث أسابيع يعني مش بعد شهرين و بعد خمس شهور بعد سنة الجلوتاثيون يقل في الجسم فالفري راديكالز أو الشوارد أو الأكسادة اللي في جسمك تزيد تباوز تباوز في الخلايا لما بعد ثلاث أسابيع ده 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 حاجة مرعبة يعني مثلا الفيتامين لما ينقص سنتين ثلاثة بتده تأثر لما الفيتامين سي مش عارف لما الفيتامين ده اللي يعود لثلاثة أربعة سين نايس أبتده تأثر إنما بعد ثلاث أسابيع نقص سيلينيام يبتدي الكليا تتعب المنعة قل سرطانات ممكن تضربني في أي وقت جلطات القلب حتى لو أنا باكل صحي آه لأن الأوعية الدموية بتتأكسد لأنها محتاجة جلوتاثيوني اللي بيجي من السيلينيام حد قال لنا الكلام ده قبل كده آدي أعراض نقص المعادن المعادن مش موجودة في التربة ملخص كلامي المعادن نقصة في جسمنا المعادن هي الأساس الأول لأمراض الضغط والسكر وتجلط في الشرايين والأزامات القلبية والزهايمر وحاجات كتيرة وصل لكم معايا أهمية المعادن إيه دكتور المعادن دي زي إيه تاني إحنا قلنا الجروب الأساسي الكالسيوم والسوديوم والبوتاسيوم والفوسفورس والكلورايد دي الحاجات الأساسية الحاجات التانية بقى اللي انت يمكن ما سمعتش أن هي ممكن تنقص في البلاده المتسبب المصايب دي إحنا عارفين الحديد صح؟ انت عارف أن الحديد لو نقص في جسمك يبقى عندك أنيميا؟ لو عرفت الحديد نقص الحتة دي تبقى محمرة كده مش زي إجزيمة اللي في الجلد هنا أعصابك تضعف من الحديد الحديد مهم للغضة الثيروية T4 و T3 حد قال لك الكلام ده أجي للمصيبة التانية بقى دلوقتي كل المعادن دية تخيل أن هي مش موجودة في التربة لازم ناخدها مكملات ومكملات معينة عشان بس اللي يقول لي لا لا هاكوا هاعتمد على كل حاجة على الطبيعة من سنة 1936 من الطبيعة مفهاش مش دي النقطة بتاعتها النقطة التانية اللي احنا بنخطأ في حق مرضانا ولازم تبقى فاهمها حمض المعدة روحك حمض المعدة روحك يبقى الحلقة الأولين النهاردة النص الأولين كان على نقص المنرالز المعادن اللي بيسبب الأعراض المهولة اللي في حياتنا ومحدش بيبصلها النقطة التانية من حلقة النهاردة حمض المعدة لما بيجي لعيان عنده حموضة ويعني اي حموضة يا دكتور مش قرحة يعني الحموضة في الطب دلوقتي معناها أن الحمض قليل فلما الحمض يكون قليل الفتحة بتاعته المريء ما تقفلش كويس لأن المريء قلوي والمعدة حمضي فلما أول الحمض الجامد ما يطلع يوم المريء حمي نفسه قافل لو الحمض مش قوي فلإيه الحمض يطلع يعملك الحرقان فدلوقتي احنا عارفين بنعالج المرضى اللي عندها حموضة وارتجاع مريء بإيه؟ بنقل الحمض المعدة ماشي أنا أخليكم عالي الآخر هنقل الحمض المعدة انت عارف لو إيه لازمة حمض المعدة لربنا خلقه؟ حمض قوي جدا من واحد لتلاتة يعني حتة الحديث تسيح فيه واحد يعني حاجة مادة حارقة تمام؟ لو الحمض المعدة لازمته إيه؟ أولا بيقتل البكتيريا الحمض القوي تاني حاجة بيهضم البروتين تالت حاجة بينتص كل المعادن وفيتامين بي 12 تمام؟ فانت لو أنت خدت مضادات الحموضة أو حمض معدتك مش قوي إيه اللي بيحصل؟ بيجي لك جرثومة معده ويجي لك بكتيريا في كل هضمك لأن البكتيريا ما بتموتش من حمض المعدة أدي واحد تاني حاجة البروتين ما بيتهدمش فتجي لك أنيميا ليه يا دكتور أنا شعري بيقع ليه؟ ليه يا دكتور أنا عضلاتي ضعيفة؟ ليه يا دكتور ما عنديش تركيز؟ ليه يا دكتور لا مهما أكل ما يبانش عليها؟ ليه يا دكتور بنهج وعندي أنيميا معين باكل كويس؟ لأن ما فيش بروتين بيتهدم لأن ما فيش حمض معده شو تخيلوا الحاجات دي سهلة الكارثة العظمة لو أنت حمض المعدة مش قوي عندك المعادن لم تمتص ينهر أبيض عارفين الليستة العظيمة اللي أنا قلتها دي؟ سوديا مبتاسيوم وكالسيوم وماغنيسيوم وحديد وزينك ومولبيديم وبرون وسيلينيوم كل ده؟ مش هيتهدم لو ما فيش حمض معده قوي ينهر أبيض؟ آه تخيل لو أنت ما عندكش الحمض قوي جدا كل ده راح في الشارع طيب أهم الحاجات اللي هتتأثر أو هتتضرب لو الحمض مش قوي الحديد الحديد يا دكتور إيه اللي بيحصل لو الحمض مش قوي والحديد ممتصش غير إن بيجي لأنيميا وغير إن الغدة درقية بتتضرب وغير إن شعر يضافر يقعوا الحديد ده مهم جدا لحاجة حديد ده مهم للأكسوجين بتاع الخلايا تغذية خلاياك ومنها المخ لازم يبقى فيه حديد لأنه هو اللي بيعوي للهموجلوبين اللي بينقل الأكل وينقل الجولوكوز فإنت لو عصبي على طول عندك نقص حديد لو عندك زنة في ودانك ما فيش أكسوجين كويس دخل الودان الزنة دي أو الرينجينج الصليل اللي في الودان ده عندك نقص حديد لو أنت عندك همدان وكل ما يبقى تعمل مجهود تتنفس بسرعة مش قادر ما فيش أكسوجين مع إن الهوى كويس وما فيش دخل ولا حاجة الحديد نقص بمناسبة الحديد عدو الكالسيوم يعني لو أنت خدت كالسيوم مع الحديد لو خدت أجبان ولا ألبان ولا أكل فيه كالسيوم وانت واخد الحديد الحديد بيتمنع زي ما انت خدت كبر وزنك الكبر بيتمنع اللعبة المنرالز دي لازم حد يفهم قوي لأن دي اللي هتصلح جسمك هتخلي السيليم يقف قدام السرطان هتخلي المولبيديم والفاناديم والكروميوم يقف قدام السكر هيخليك تحرق كويس لما الحديد يبقى شغال كويس لو ما فيش عندك كبر كويس جلدك مش هيبقى كويس ولا مخك هيبقى كويس ولا شعرك ولون جلدك واحتمالك للشمس هيبقى كويس تخيل كل ده بسبب ان المعاد النقصة انتو مدركين احنا البنسيلين او اختراعه سنة حوالي 38 او 36 اللي لما اكتشفنا البنسيلين دي كانت مصيبة لان بقى اننا نعالج نقتل البكتيريا طب هي دخلت ليه؟ طب هو المناعة قلت ليه؟ طب هو الراجل ده سكره عالي ولا لا؟ طب هو الراجل ده اكله صحي ولا لا؟ طب هو جهاز المناعة يشغاله ولا لا؟ قدي مضاد دحاوي وخلاص وبعد شهر شهرين ثلاثة يجلي بنزلة مع ويا تانية زي حمودة المعدة انا بشوف عيانين ست شهور وسنتين ماشين على دوا حمودة لما هو حضرتك ماشي على دوا حمودة ما بيخففكش ليه؟ لان الحمودة قليلة انت بتقللها تاني وضربت كل اللي انا قلت عليه ده بقى زود حمودة المعدة عشان كده حياءة وموت خل التفاح وناس كتير قلت لي يا دكتور ما قدرش من بحب الشرحة خل التفاح فيه كابسولة هو لقيته دوروا عليه كابسول خل التفاح ملكوش حج عشان حمودة المعدة يزيد ده مهم جدا طلع تطلع النهاردة بحلقتي من حاجتين املى المنرالز ويقولك ازاي دلوقتي حالا عشان لازم اقول لكم الحل مش معقولة يعني اوديكو كده في مشوار وبعدين حضرتك وديتنا بداية طب وبعدين فين المنرالز ندور ازاي؟ المنرالز المعادن اللي تتملى بها جسمك عشان جسمك يبقى صحيح ويقفوا قدام حاجات كتير تاني حاجة حمودة معددك مناسب عشان يهدم البروتين ويهدم المعادن ويهدم الفيتامينات وخصوصا فيه به اتناشر ويتبقى جسمك مستعد لكم التلوثات وكم المصايب وكم الحاجات الغلط اللي بتدخله كل يوم دلوقتي بقى الناس فهمت انا ليه بقى قول لازم ناخد معادن لان حضرتك مش موجودة في الاكل استحالة يبقى موجودة في الاكل هتجيبها منين الحيوان والنبات لا يصنع تمام؟ فلازم دي بتتجاب من الطين من البحار من اراضي خصبة معينة بتتجاب وتتحط في براشيم والناس تاخدها لازم ما لناش حل تاني لو انت غذائك 100% ممكن قلبك يوقف لان مفيش سلينيوم ممكن شعرك يبيض لان مش لقي كبر الكبر ده يعني موجود بكميات في الجنبري وفي كبدة البقر بس يعني مين اللي هيكل كل يوم بكبدة بقر وجنبري يعني وفي النتس اللي هو المكسرات وفي حاجة مهم جدا يعني اكتب 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 النقطة دي اكتب اكتب كل المكسرات اللي في العالم والناس اللي بتاخد البقليات أنا ضد البقليات بس يمكن في ناس تفصى بتحبي تاكل بقليات بحبب أبوي أل حد لا يأكل بحبب أل تerem أل هذه الناس كلها ثبات البقليات و Veron Յدير مكان بحبب بحبب أن ياخبك فول وبندر الصحة فكل البقليات وكل المكسرات والرز البني لو سمحتوا لو سمحت تتساب ليلى كاملة في ميا بitto في حاجة في الحاجات اسمها فايتك أسد الفايتك أسد ده يشوف المينرال زيابة في الأمعاء تقولش يعني طلقته مسك فيها مش هسيبها مش هسيبها تمتص هخدها معي بره الشارع تنزل في الحمام يا راجل الكالسيوم والماغنيسيوم والبوتاسيوم والمولبيديم والفاناديم والسيلينيوم فين الفايتك أسد مسكهم اللي موجود في البقوليات وفي المكسرات بيقوا الرز البني فلو سمحت ولو سبتها مية في الليلة تبتل الليل في المية وتاني يوم تخسلها وتقوم طبخة أو تاكل المكسرات الفايتك أسد راح يبقى أنا حميت جسمي من الفايتك أسد وخدت المعادن ممتازة كده حتة كده يبع الماشي دي هروح بقى أنواع المعادن اللي بتتصنع غصبة عننا هناخدها أنا لا ببيع ولا عندي مركبة يعني بسوأ ليها ولا أي حاجة أنا بقول الكلام ده لله المعادن أنا هقول الكلام ده بالعربي وبالبسيط يعني عشان هو صعب في أربع أنواع في السوق هتلاقيها معادن اسمها إليمنتل الإليمنت معادن دي متصنعه متصنعه في المعمل هي شكلها التركيبه زي المعادن اللي بتاعت ربنا الكالسيوم والبوتاسيوم والفاناديوم والكبر والزينك بس ده الشكل بس النمى دي مش زي بتاعت ربنا دي مصنعه ترميهه إليمنتل منيرالز متاخدهاش طب في نوع تاني اسمه آيونيك متركب على الجزء نشط عشان يعد من المعدة ويوصل للأمعاء ما تتكسرش لأنه لازم جرعة معينة ولازم اتنين ما يجوش مع بعضه ولازم ده نوع مع نوع وموالس وحضرتك بعيد عنك فعملوه على الآيونيك ارميه لأن الآيونيك ده نشط مش لازم يعد الأمعاء ممكن يطلع ياخدها ويطلع بره مجنون بالبلد كده بالبساطة ثالث حاجه اسمه كولويدل يعني محطوطة في الجيلي ملزقينهم مقطعينهم حاجات صغيرة وحطينهم في الجيلي تشرب المشروب زي ما هو توصل لغاية الأمعاء الجيلي ده نفسه ممكن يعقى انها توصل للدم الله يخليك خلاصة انت قلبتها كمية واحنا مش فاهمين حاجة من الآخر تروح عن نت او تروح امازون او تروح الراجل بتاع العشاء بتلاقي الصيدلية اللي جنبك قل له عايز كليتنج منرالز هحط لكم خمس ست سبع أنواع اللي لقيتهم عندي في المدينة او عن نت يعني ايه كليتنج يا دكتور يعني متحملين على حاجة الحاجة دي تاكسي ده اسمه منرال بتاكسي اولا منرال طبيعي من النباتات يعني من التربة اللي بيطلع منها نباتات كويسة تطلع النبات وياخدها من التربة ياخدوا النبات اللي طالع من تربة فيها المعادن وياخدوه النبات اللي مصنعه مش احنا مش ااسف النبات اللي ممتصه مش احنا يعني ما صنعتوش في معمل ده النبات خدو من تربة نظيفة او بياخدوه من اعمق المحيطات او بياخدوه من مناطق في الجبل لان هو بيطلع من الصخور المعدن اللي احنا بناكلها دي من الصخور فيجبوها من الطبيعة او نبات واخدها من طبيعة ويحطوها على بروتين اسمه كليتنج ويددهالنا الكليتنج ده تاكسي ياخد المعدن من بؤك لغاية ما يوصل الدم تاكسي خاص ده اللي انا باخده ده اللي محافظ على بشرتي اصرار يابا اكتب الاصرار دي محدش هيقولها لكم الشعر حتى لو انت فينا الشعرها ابتدى يبقى ابيض رجع يبقى اسوى التاني وهيتجوز عليك هيحسنه شباب الشعر رجع البشرة بقت كويسة العروق الزرقى راحت التركيز بصوا انا عاوز يعني بعد شهر من هذه الحلقة النهاردة حوالي 17 تقريبا 17 تلاتة بعدها بشهر تقولولي حصل ايه لما خدوا المعدن دى اللي حصل تركيزك اخبره ايه بشرتك اخبره ايه نومك اخبره ايه شهيتك اتزبطت ولا لا الميموري اتزبطت ولا لا التوaret ي coworker ي местي صفهارة تلت pense هضمت ا bijvoorbeeld تصبح موضوع يعني منعتك بعيدة احسن؟ بفعل يعني انا هدىكم دلوتي apple وانتوا كمان شهر اولي ادعو لنا كده دعوة حلو في بقى احنا كده خدناة نوع الكلاتن� zwei هو ركب التاكسي اللي يروح على فين الدم على طول فالدم يستفيد منه وما فيش اتنين يقطعوا على بعض اتنين يمنعوا بعض اتنين يكسروا بعض لان كل واحد يركب على تاكسي وايه طالع على الدم على طول ده بالبساطة كده يبقى عايز هتاخد منرالز كل يوم للأسف لان مهما ناكل كويس مش موجودة تاني حاجة ناخده من نوع اللي جاي من الارض او من النبات دالت حاجة اللي هو اسمه طبيعي وناخده كليتنج طيب ده موضوع مهم جدا قفلته النهاردة موضوع المعادن وموضوع حمض المعدة نروح بقى لنقطة اهم النقطة الاهم منهم ولو ان كل نقطة مهمة اكتب يا ابا اكتب الاحماض الدهنية كل العالم في الايام اللي فاتت السنين اللي فاتت بقوله ما تاخدش دهون ما تكلش دهون ما تكلش دهون طيب اولا لو ما قالتش دهون هيحصل ايه الكوليسترول هيقل طب لو الكوليسترول الايلي والاحماض الدهنية قالت ايه اللي يحصل هقول لكم حاجات كتير قوي مش هتهموك تقول انا مالنا انا هدخلكم في المهم على طول التستيستيرون هيقل وهرمون الانوسة هيقل بس اظل انت فهمتوني الراجل اللي منع الدهون ويجي على خمسة واربعين سنة انتوا فاهمين السيدات اللي بيجي لهم من نبوز بدري عشان حضرتك ماشي على سكيمد ملك اه 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 ده خالي حضرتك الدهون ما انت حضرتك الدهون دي مفيش هرمونات فبقيت انت من غير استروجين وراجل من غير تستيستيرون وما ادراكم يعني الوضع الخطير اللي احنا وصلنا له فحضرتك عرفت دلوقتي الناس اللي كبتاكل فيه تجربة نفسية على هالكو يعني انا قريت عنها راجل بيكل خمسة وعشرين هدورلكوا عليها يعني اه 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 ادورلكوا عليها خمسة وعشرين بيضة كل يوم والكوليسترول عنده طبيعي ليه كان عنده ستين سنة وبيمارس حياته طبيعية عادية جدا ليه لأنه عنده كليسترول والكليسترول يتعامل منه كل الهرمونات وأهم الهرمونات في هذا العصر التسترول والإستروجين فالناس الذين تقول الدهون ليس مهمة الناس النباتيين بيقلع هجيبوا أحماض دهنية من أين؟ هناك أحماض دهنية فيه، هتلاقي أحماض دهنية في الشيا هتلاقي أحماض دهنية في السيدز التي هي الكتان لا يأكلون سمك، السمك ده جميل عندما يتشوي فعندهم أكثر نقصاً فيه نبات أوميجا ثري وأوميجا سيكس موجودين في النباتات، لكن الحيوانية أكثر ثاني حاجة، عندما تقلل الدهون في أكلك فيتامين كه تو بي إيل فالكالسيوم يترصب في كل حتة في القلب يجيب لك جلطات، وفي الأوعية يجيب لك جلطات، وفي المفاصل وفي الكليا يجيب لك حصوات ليه يا دكتور الكالسيوم عالي في جسمي؟ لأنك مبتكلش دهون، لأنك مبتخدش كيتو، لأن الكيتو هو ده اللي بيوصل التاكسي بتاع الكالسيوم حاجة تانية، الكبر بيعمل مع الزنك نفس الكلام، التوصيل ده مهم جدا للاتنين مع بعض لو خدت واحد التاني مش هيوصل، وهيترصب في حتة بعيدة، وممكن يجي لك سمية منه النقطة الأخيرة اللي عايز أقفل بها، عشان تبقوا أنتوا كده أنا بقول، مش هقول عائلة فكرة تاني، هنقول يا دكتور بعد كده فانتوا فهمين يا دكتور انا بقول ايه؟ في نوعين من الفيتامينات، ربنا خلق نحن خلصنا المينرالز بين عبقرة والله العظيم الفيتامينات نوعين، أنواع بالدوب في المية، وأنواع بالدوب في الدهون، أدي اللي ربنا خلق الفيتامينات الأنواع اللي بالدوب في المية، ما ينفعش يجي لك منه سمية لأنها بتنزل في المية مع البول فالكال الفيتامين سي ده من نوع المية، لو خدت فيتامين سي كتير الناس سيقول لي، أنت بتقول للناس ياخدوا جرام فيتامين سي هتوديهم في ده أنا عارف بقول ايه، أنا فهم أنا بقول ايه، الفيتامين سي ما يزيتش لأن زيادة، انتوا عارفين على فكرة مريض السرطان بياخد عشرة جرام فيتامين سي كل يوم يعني خطوط العلاج الحديثة فيتامين سي بالجرعات العالية، لازم تحتقشاف طبيب ده إنما فيه فيتامينات بتدوب في الدهون، يعني ايه، بتمسك في دهون جسمك تتراكم ويحصل فيها سمية اللي هي ايه، كل اللي أنا قلت عليها مسكة في الدهون A و E و فيتامين D و فيتامين K و K و F الحاجات دي ما ينفعش تزيد في الجسم، عشان بس كلامي يبقى واضح، أنا بقول تاخد الفيتامينات عشان تكفي جسمك مش تزيد عرفته بقى ليه فيتامين دي، الواحد بياخد منه تلتة أربع خمس ستة شهور ولسه ما تصلحش، لأنه بيتبني في الجسم، بيملد دهون، بيملد دهون، بيملد دهون، وبعدين يبقى موجود في الجسم عرفته الفيتامينات دي عايزة وقت عشان تتصلح ليه، فيتامين ألف ما ينفعش يتصلح أول شهر شهرين، فيتامين دا للناس اللي ناقصها، تقول يا دكتور فيتامين دا بقى لي ستة شهور بياخد وما تصلحش طبعا لأنه بيتبني يا أمي، بيدخل الدهون، بيعب الشنطة، يعب الشنطة، وبعدين يبقى في الدم وصلت يبقى ناخد من الفيتامينات حاجتين اللي هي بتمسك في الدهون، تصلحها بياخد وقت ما ينفعش تاخدها سابلمنت لأن ربنا حسب الكميات في الأكل أنا يعني لو كانت زبدة للنهار مش هجريت أسهم من فيتامين دا او فيتامين K لأن ربنا حطت النسبة صح وربنا حطت الطريقة أن تمتص بالقدر المناسب مش كل الحاجات اللي بنا كلها بتمتص مش كل الكالسيم اللي بتاخده بيمتص مش كل فيتامين دي بناخده بيمتص فيتامين دال اثنين خمسة في المية بس بيمتص فيتامين دال حوالي ستين في المية دال ثلاثة اللي بيمتص منه حوالي خمسة وسبعين في المية والباقي بينزف الحمام فانت في اثنين مع بعض يبوزوا بعض جرعة كبيرة ما تمتصش نوع يعني نوع من الكالسيوم كربونيت ده يعني بيقتوب في جسمك وما تاخدوش ابدا كالسيوم ستريد تاخدو ده المناسب ليك انا عارف ان النهاردة حلقة متدخلة عيدها يعني مرتين تلاتة عشرين تلاتين مرة كده هتفهم كل حاجة ان شاء الله واكتب الكلام ده كله لان الحاجات دي اساسيات محدش دكتور هيقولك عليها مفيش دكتور هيصلحك لو خدت كل امرأة يعني ادوية العالم وانت ما صلحتش المنرالز وما صلحتش حمض المعدة مش هتخف والحالة هتسوق وهتفضل طول عمرك عايش بشنطة الادوية ومن هنا اتوجدت الامراض المزمنة اللي ما كانتش موجودة في جئة جدادنا زمان لان المنرالزي نقصد ما تخليش الدكتور يديكوا الادوية بتاعت المسكنات على لجل المرض على لجل السبب السبب انك ما بتديش جسمك اللي هو عاوزه طبعا قبل ما تتخرجوا من الكلية دلوقتي خلاص انتوا بايتوا واداكات لكل واحد بسمعتوا في سؤالين هارد عليهم ودهمهمين قوي يا دكتور في حاجة اسمها بري بايوتيك وفي حاجة اسمها برو بايوتيك يا دكتور انت بتقول ساعات كورتيزون وساعات بتقول كورتيزول ما ينفعش عائلة فكر تاني ما تشوفش الحاجات البسيطة دي نمسك الاول البرو بايوتيك برو برو بالاو دي البكتيريا دي البكتيريا اللي باخدها فاكل فتعيش في جسمي تكبر في جسمي تترعرع في جسمي تحسين للهضم والمود والمناعة اصاص المعدن وكله اسمها برو كل ما الرقم علي كل ما كان احسن خمسة مليون تمام في عشرة مليار ممتاز كل ما العدد زاد كل ما جف معدتي وفي المئمعاء وانطلق هناك وعاش معايا فتبات ونبات وخليفه سبيان وبنات وبقى الجد بتاعي او الهضم بتاعي جميل ممكن اخدها في الكفير جواها برو بايوتيك جواها باكتيريا عايشة الاكلات المتخمرة اللي بالخميرة فيها الخيار المخلل فيه الكمشي فيه الكامبوشا فيها دي برو بايوتيك دي فيها باكتيريا نافعة طب البري بايوتيك دي الاكل الاكل اللي انا بغزي بالبكتيريا اللي عندي انا عايش البكتيريا عندي ما شاء الله عايز اكبرها ورعرعها واجوزها في الصيف فقديها بري بايوتيك البنانا فيها بري بايوتيك يعني غزة كويس الشفان فيه غزة كويس التوت فيه غزة كويس فيه مكملات اسمها بري بايوتيك اسمها الانولين تقريبا إنولين باودر لو ما غلطتش في الاسم ده انا ما اخدش يعني انا بقى الكفير كفاية عندي اوي يعني الكفير وانا مش محتاجين يعني تمام لان انا البري بايوتيك اللي بتغزي البرو بايوتيك اللي مع معظم الناس الناس اللي بتاكل الياف وبتاكل نشويات إنما الكارنفور ماشاء الله يعني مش محتاجين الكلام المؤاخذة ده إحنا جمدين قوي فاسمه إنولين باودر ده بتاخد كوب الصبح وبالليل اللي عنده مشاكل في القولون يدعيلي والله العظيم سحر قولون اسمه إنولين باودر لأنه عبارة عن إيه انت بتدي سماد لكل بكتيريا اللي في جسمك البكتيريا اللي المفيدة مش عائلة الضرة ده بيخلي المفيدة تلعب حديد والضرة تموت الإنولين باودر ده ورع يعني يعطي لك صورته وما حدش كل واحد في بلد يقول لجيبه منين اللي في مصر بيقول لجيب الماتشها منين طيب أنا مش في عيش في مصر الناس اللي في العراق جزاهم لأخير يقول لها والمورنجها أجيبها منين طيب أنا مش عارف يعني كل واحد يدور في البلد ما هو مش عارف يبقى ده البريو والبروبايوتيك الكورتزول والكورتزول الكورتزول باللام هو هرمون بيخرج من فوق الكلوية بتاع الستيرس كلمنا عليه 500 مرة لو تزبط مناعتك تتزبط والسكر يتزبط والضغط يتزبط والإنسولين يتزبط تمام لو زاد وجالك كورونيك استيرس مصيبة سودة هحطي لكم رابط الحلقة دي لو الكورتزول زاد باللام الكورتزول اللي بناخده لما يجي للتهاب حساسية يا دكتور بخخة كورتزون يا دكتور الدني برشام كورتزون يا دكتور عندي مناعة كورتزون الكورتزون ده عائلة الكورتزونات بتعمل نفس اللي بيعمله الكورتزول الهرمون يعني هم بيعمله نفس الفعل ده أعظم حاجة تزبط المناعة إنما لما نمش عليه على طول بيبقى بيتخن ويجيب السكر ويقال للمناعة نفس موضوع الكورتزول لأنه نفس المركب أو مش نفس المركب نفس الخصائص ونفس العيلة ومن بلد واحدة بلديات بيعمله نفس التصرفات يعني عرفنا هرمون الكورتزول ومركبات الكورتزون إبعتوا لي بقى أسميكم عشان أديكم شهادات إن انتم بقيتوا دكاترة الحمد لله يعني الحلقة كده خلصت يا رب يعني أنا نفسي يعني حازس إن أنا هديد بعد مدتكو كم المعلومات ده عدي الحلقة عشرين تلاتين مرة ولو سمحتوا بليز كل واحد يشير الحلقة دية ويكتب لي تم التشيير عشان نتأكد إن فيه 200 ألف واحد عملوا تشيير للحلقة دية ويا رب يعني نقدر نغير فكر الناس لأن إحنا هنحمي الناس من أمراض كتير قوي لو زبطوا مستوى المنرس والله ده أنا لو ببيع المنرس كانت زماني مليونير المهم جزاكم الله خير إن أنتم كملتم معي للآخر وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت أنا كريم علي وإنتوا عائلة فكر تاني سلامه عليكم موسيقى